يبقى الملف النفطي منذ مدة ليست بالقليلة في دوامة الخلافات بين بغداد والإقليم دون حل حتى استخدمت الحكومة الاتحادية مؤخراً الخيار القانوني وأبلغت الشركات العالمية بعدم شراء النفط من الإقليم الأمر الذي تسبب بانخفاض الصادرات بسبب الملاحقات الاتحادية الكميات المصدرة من الإقليم في السنة الماضية بلغت نحو 420 ألف برميل يومياً أما العام الحالي فانخفضت إلى نحو 355 ألف برميل يومياً حيث أن حكومة أربيل تبيع النفط بأسعار أقل من حكومة المركز بخصومات تتراوح من 16 إلى 20 دولار للبرميل الواحد بالرغم من أن البيع يتم في نفس المنطقة وبنفس نوعية النفط وفق ما أعلنته رويترز كردستان تقول أن أكثر من نصف الإرادات النفطية تذهب إلى النفقات الداخلية في وقتاً يعيش المواطن الكردي بلا رواتب لأشهر عدة مواجهاً للدخار الإجباري نهيك عن بقية الأزمات الاقتصادية العديدة بالإقليم لتعزو الأخيرة ما يجري إلى قلة التخصيصات المالية في الموازنة العامة للبلاد وزارة النفط سبق وأن وضعت آليات مرنة لغرض نقل الملف بالكامل إلى الحكومة الاتحادية إلا أن المسألة لم تلقى ترحيباً من الأقليم ما استدعى الوزارة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية ترجمة نانسي قنقر